أصدرت البطرياركية اللاتينية في القدس بياناً نعت فيه رحيل البابا بنيديكتوس السادس عشر عن خمسة وتسعين عاماً وجاء في البيان نشارك قداسة البابا فرنسيس وسائر الكنائس أصدق مشاعر العزاء والتعزية والإيمان بالقيامة المجيدة لرحيل البابا بنيديكتوس السادس عشر وكان المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي أعلن أن البابا بنيديكتوس انتقل إلى ديار النور في مقر إقامته في دير أم الكنيسة ومن جهتها نعت فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردون وفلسطين ممثلة بالمديرة الإقليمية الدكتورة باسمة سمعان وفاة البابا السابق بنيديكتوس السادس عشر الذي انتقل إلى ديار النور في مقر إقامته في دير أم الكنيسة الراحة الأبدية أعطه يا رب والنور الدائم فليضيء له هذا وقد توافد عشرات الألاف من الأشخاص من كافة أنحاء العالم لإلقاء النظرة الوداعية الأخيرة على جثمان الباب الراحل الذي تم دفنه حسب رغبته أسفل كتدرية القديس بوترس بمراسمة بسيطة